موسيقى موسيقى كل المباني التي أتبين أو أتحسس ملامحها من نافذة قطار الليل واهنة الإضاءة فقيرة ما أحوج الساكن الموزعين على مسافات قطار الليل والنهار إلى غابات تقيهم عراء الإقامة في شسوع الخلاء هذا الكتاب نتيجة السفر كان بكشف بعض الحقائق ليلا تذوء الليل كما قول يمكن رؤية مسائل ما لا أراها بذوء النهار ولكن صديقي المهدي هو كتب بالنهار ولكن في القطار ثلاثة فصول في ساعتين المهدي أخريك محاولة لإظهار ما يخفيه قطار الليل في منتصف النهار أنت العكس تماما ما يخفيه النهار في منتصف الليل لعبد الواحد منتصر تجربة موازية أو متداخلة مع تجربته المعمارية أو العمرانية وهي مجموعة من الكتب المشتركة بينه وبين الشاعر المهدي أخريف وهي تجربة مثيرة للتأمل ترى ما الذي يجمع بين كتابة العمارة وكتابة الشعر أنا لم يكن لديه معرفة كبيرة اهتمام كبير فتعلمت منه الكثير يعني تعلمت منه كيف الآن أمر من الشوارع ولا بد أن أنتبه إلى نمط المعمار أصبحت كما لو كان هذا هما قديما لي بأن أفرق بين الجمال وبين الأشياء الجائعة يعني صار عندي دائقة إنشاءة معمارية فالحصيلة كانت كتابا كتاب أول عبدالوحيد منتصر مهندس إيسان ثم الكتاب تاني وهو كتاب مهم وخطير جدا اسمه المدينة السعيدة بالعربية والفرنسية كيف يرى ها هو المدينة وكيف يرى أنا تحدث عن أصيلة هو تحدث عن المدينة بشكل عام وعن مفهوم المدينة وطلع كتاب جميل جدا ثم عن المدن الضواحي المدينة السعيدة هو كذلك أهم المشترك مع المهدي لأن المهدي موجود هذا مهم جدا لأن المهندس المعماري لا بد أن يكون له علاقات مع المجتمع من خلال كذلك كتاب وشعراء ورسال هذا مهم جدا فالمدينة السعيدة جاءت واحد الوقت الذي كان فيه وزير جديد للسكن والمدينة وطلب مني أن أشارك في بعض اللقاءات والندوات إلى غير ذلك فكتبنا ما كتبنا عن المدينة وتصوري كذلك للمدينة أنا بالنسبة للشاعر فالشاعر هو يستعمل كلمات ممكن أن يستعملها الكاسب العمومي لكن الشاعر ففيه شاعر فيه معنى فيها قوة بأقل كلمات وفي الهندسة فبعض المهندسين المعماريين وهذا أمري كذلك أبحث كيف كتابة الهندسة المعمارية بأقل الحيث لا يكون هناك ضجيج ولكن يكون معنى ويكون شاعرية في هذا الأمر جميل هذا مهم بالنسبة لي وأطرح عدد كبير من الأسئلة على سيد المهدي وأقول وكذاب وكذلك نتكلم عن الكتابة وإعادة الكتابة إلى غير ذلك لأن الأمور لا تأتي بصفة تلقائية فالشاعر هو عمل طويل وتطلب مجهود كبير والهندسة المعمارية كذلك فأنا لا أبحث لما أكتب الهندسة لديك تجربة أنت أتيت إلى الهندسة من الرسم من الفن التشكيلي على ما أعتقد يعني لديك أهتمام خاصة من يشاهد الرسومات السريعة يعلم أن هذا رسام هذا ربما جعلك يعني أو رفع عندك منسوب منسوب العناية والتفكر بجمالية البناء أو المدينة التي تصمم أو المكان يعني وليس فقط يعني حملك مسؤولي زيدي هذا البعد التشكيلي فعلا فهناك شيء أين أولا الرسم تعلمت الرسم وأنا طفل صغير وكنت محظوظا لأنه كان عندي خالي حسن يسمى حسن هو رسام وهكذا أحببت الرسم ومن بعد ذلك فأبي وجدي وجميع العائلة هم في ميدان البناء وكنت أرى التصاميم التي أتي بها أبي تصميمات منازل فاخرة منازل جميلة وأحببت الهندسة المعمارية وكان هذا مصيري فمن هذا الباب فعلا الفنون التشكيلية مهمة لأنه درست بعد سنوات في ألمانيا برلين في مدرسة فنون التشكيلية بعد ما أخذت ديبلوم الهندسة المعمارية من فرنسا من الليل وكنت أيضا تستخدم القطار بين ليل وبربرلين وتعبر مسافات طويلة القطار فهو هذه العلاقة بالقطاري لابد أنه أيضا لها ليس فقط من أجل لها أبعاد أخرى لها أبعاد بلعبة الزمن وأنت تشاهد القطار يعبر ربما يمضي عليك الكثير من الأسئلة هذا العبور بالجغرافيا هذه المقطورات يعني البيوت التي ترتحل أليس كذلك؟ فعلا لأن القطار بالنسبة لي فهو كقطعة من المدينة تتحرك فغالب البنايات فهي في محلها ولكن القطار في بيوت في مقهى في مطعم في مراحل في جميع المواصفات بناية في المدينة كالباخرة كذلك هذا يعني شيء عجيب جدا أحب هذه المسائل أحب أن نتكلم عن الميناء الميناء الضرب الذي يتغير كل يوم هناك باخرات يعني أحجام كبيرة والغد أجد عملاقة باخرة صغيرة ويتغير ومدينة طرف من المدينة ليتغير كل يوم وهذا شيء غريب تماما هو يعني مثل ما ذكرت الكطار هو مدينة صغيرة ترتحل تتحرك دائما مع فارق أن الساكنين يتغيرون كل لحظة كل لحظة ولكن الشيء الجميل هو أننا في بعض الأحيان تكون عندنا حديث مع الجيران ومع الناس لا نتعرف وننسج علاقات في هذا الترحال كالمدينة القطار ربما هو السبب الأساس الذي في بناء المدينة الحديثة هو الذي عمل هذه الحالة التواصل العجيبي والسريعة والهام في بناء المجتمعات الحديثة ونعدامه في بعض الأمكيني أو الدول أو البلاد جعل أيضا هذه المدن على يعني تجتر ماضيها بالمقدار الماء هل هذا صحيح؟ هل يمكن نقول ذلك؟ هذا صحيح كما هو صحيح أن العمارة يعني الأبراج بنينا الأبراج لأن اخترعنا المسعد والمدينة والقطار فهم كذلك علاقة يعني يقرب يقرب المسافات والمجال إلى غير ذلك ويعطي للناس الفرص أن تحل من مكاني إلى آخر وهذا يمكن المدينة من الامسداد في مجالها كثيرة هي المشاريع التي أنجزها أو ألفها عبدالواحد منتصر منها مدينة أبي رقراق نسبة للنهر المجاور لها والمدينة الجامعية والمكتب الوطنية ومحطة قطار وجدة ومحطة الرباط وغيرها الكثير ولكن من الأعمال التي يعتبرها من بين أهم إنجازاته هي المكتب الوسائطية على ما أظن أن هناك المكتب الوسائطية لمدينة قريبغا هي نموذج بالنسبة لي أنا لا أحب أن أتكلم عن مشاريعي وعن عملي لأن في الآخرون هم يتكلمون أنا أعمل ولكن هذا المشروح بالخصوص فهو نموذج كبير لأن فيه أولا أمام شاعر وكاتب فيه شاعرية يعني نموذج فيه علاقة وطيدة بين الماء والنبات والبنايات فالماء التي الحوض التي هو في هذه النباتات نباتات تنظف الماء والماء فيه أفواه تمص الهواء والهواء لما يقترب بالماء يبرد يبرد يفقد بعد تراجعة الحرارة وهو يمشي تحت الأرض ويبرد وليس هناك يعني كليماتيزا سيطرة فهو كل طبيعي هذا نعم من المنشآت الكبرى يعني الاسمممت هي محطات الكتار يعني أظن محطات الكتار الحديث الآن هو البوراك أو التجي فيه أيضاً هو جاء على كما شاهدت في وسط الرباب حداثي فعلاً فكل مكان وكل مدينة عندها يعني هوية صح وشارع محمد الخامس هو من أشهر وأكبر يعني شارع في المغرب وكان شغل ليس بسهل لأن هناك مباني يعني رائعة يعني عمارات طبعاً كذلك برلمان وبنك المغرب واتصالات المغرب وكلها بنايات شهيرة ومشيئة بمهندسين معماريين يعني مرموقين فحاولت أن أرى كيف تصور هذا المحطة القطار بالعاصمة بشكل لا يجعز هذا النسيج العمراني الموجود ولكن لا يكون خفي أنه يأخذ مكانة التي يستحقها لأنها محطة قطار وأكبر محطة هناك في البلاد في المغرب هي محطة الرباط ولكن كان واحد مشكلة المطروحة هو عدم وجود فضاء لنبني بحجر أو بأسمنت إلى غير ذلك ما كانش موجود إذن ولهذا فهي محطة من حديد والزجاج ولكن هي متصلة بالمحطة القديمة المحطة القديمة الجميلة أصبحت وجهت باتجاه المديني باتجاه الساحات كأيا كباب ولكن سيكون في هذه المحطة القديمة متحف للسكة الحديدية جميل حلو يعني نوع من المصالحة بين الحدث والتاريخ مثلما يختار عبد الواحد منتصر كتابا في الفكر أو الشعر قبل تنفيذ عمله يختار لمشاريعه موسيقاها حين البدء بكتابتها ففي ذاكرته تتجور العيطة المرساوية المغربية بموسيقى فاغنر وبقصائد أم كلثوم أما عن علاقته بموسيقى فاغنر كما يروي تعود إلى سنوات الدراسة على يد أستاذه ريكاردو بورو في مدينة ليل الذي كان يجعل من موسيقى فاغنر مرافقة بخفوت وبدون شك لابد للتصويتات النغمية أن تتسرب إلى يد المؤلف أو الرسام أو المعماري وهو يمد حبر خطوطه على الورق يدورها ويحنيها ليجعل منها لوحة أو عمارة أو قصيدة يعني تهتم أيضا بالموسيقى وتستأنس بمكلثوم كثيرا هذه القامة الصوتي أيضا هي فيها شيء من العمارة على فكرها لأنه هي تبقات صوتها عمرانية فعلا فعلا أنا أختار دائما موسيقى بحكم أنني أكون وحدي بالليل وأختار موسيقى تلائم المشروع الذي آمن عليها فإذا أحببت أن تكون عند المشروع بعد اللمسات العربية أستمع إلى مثلا أم كلتوم التي أحب وعملها جدا فشكت القطار أنت وعمت بنيها استمعت إلى فاغنر ربما هناك هندسة يعني تأريفية نعم فعلا أنا أتقل في هذا المجال المجال أنه علاقة بين الإنسان والموسيقى والتأثير الموسيقى عن العمل الهندسي لا نخرج هكذا في كتابك المدن الضواحد فردت بعض الصفحات أيضا في قطار الليل وأنت تذكرت لويس كان المعماري الأمريكي الذي تصفه كأنه متحدر من سلالة فرعونية من تقطيع وجهه ويبدو معجب بهذه القامة المعمارية ما هي نقاط التلاقي بينك تفضل فهو مرجع بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من أكبر المعماريين فبالنسبة للويس كان هو أكبر مهندس في التاريخ التاريخ الذي أعرفه لأنه أنت تقول أنه يعني كأنه يبدأ المعمار من جديد غير المقاييس غير المقاييس فإنسان مجنون كان لويس كان ولحد الآن يبقى مرجعا لجميع المهندسين لديهم دراية عن تاريخ الهندساء كلهم كلهم لويس كان فعلا يشبه رمسيس نعم يشبه تقطيع وزي فأدي كانت لو أنت كتلها بتحب عملت له تاريخي تاريخي فرعوني فرعوني إلى أربع خمس سنة سنة مات في محطة قطار بفلاديلفي فظيع هذا القطار هذا القطار موجود أحيان حينما أمر فأمرك قطار حكاية عن القطار غير لويس كان أيضا يعني حين يذكر اسمك يذكر اسم يعني هناك علاقة بالفلسفي أو بالفكر بشكل عام ويحضر عبد الله العروي يعني في كثيرا في وجدانك ما سر هذه العلاقة فقط ببعدها الفلسفي وباشتغالاته على الفكر وعلى الفكر الإسلامي تحديدا وحاول التحديث أم كل هذا وكان لحد أنه حضر في إحدى المحاضرات التي أعطيتها في الرباط وكان حوار بيني وبينها لأن الناس لم يهتموا كثيرا بموضوع المحاضرة هي كانت كذلك عن المدينة يعني مستقبل المدينة ومن ذلك الحين تعمقته في معرفة معرفة العروي وفلسفته العديماري وهذا شيء يعني لا بد من أن يكون في علم المهندسي المعماري جميل يعني هذه دعوة دعوة لأي مختص في أي مجال يعني أن يكون لديه بعض الإلمام بالمدارك بالمعارف الأخرى لأنها تحصن وتصوب وتغني وتسري يعني مساره فعلا مساره وعمله دعوة كثيرة هي الأشياء التي تعلمتها من العروي والتي تفيد مجال العمارة والعمران تعلمت من هذا المفكر كيف أقرأ حاضرنا في ضوء ماضينا المحلي والكوني وإعادة النظر والفحص المستمر للأفكار فالعروي يسعى إلى تحرير القارئ من فكر الأجوبة الدمائي والسطحي بهذا المعنى يقول كل من تحدث في الهندسة المعمارية وأغفل العمران لا يعول عليه حتى لو كان ابن خلدون كانت عنوان المحاضرة اللي جماعتك بالعروي هي عن مستقبل المدينة هذه المدينة التي شغلتك دائما بجمالها وفي أزقتها ساحاتها وقضاءاتها لذا بنت نسأل عن مستقبل المدينة ليس في المغرب فقط العالم العربي في المغرب يبدو الأمور نجت ذهبت نحو أفاق جيدة فعلا نشاهد أن هناك واحد الوعي في المغرب بأهمية المدينة وهذا أقوله وأكده هو ناتج أنه عندنا مهندس معماري كبير وهو الملك له تصور وله وقت لأن مسألة المدينة مسألة وقت ليس بمسألة هي مش عمارة التي تنزج في سنتين أو ثلاثة المدن مسألة زمن آخر تطلب العشرات السنوات والملك هم اللي عندهم هذا الوقت هذا الزمن يمكن أن يتصور شيئاً على ثلاثين سنة على أربعين سنة لحظت في فضاءات أبي رقراك هنا يعني على دخول المشروع مسرح ضخم شديد الحداثة هذا من تصميم المهندسي الراحلي زع حديد أظن تماماً هذا يعني من تصميم زع حديد المرحومة رحمه الله التي أحبها أو أحب عملها رغم كل ما يقال عن هذه السيدة لأن تابعت أعمالها وأنا يعني تلميذ في مدرسة المهندسيين ورأيت كيف قاومت هذه السيدة لكي تصل ولكي تفرد تصورها هي عندها تصور تجدها في كل المدن حالي نافرة منسوب الجمال والهارموني مع المكان هذا يبحث ولكن هي لم تتنازل مقدارها شعرها عن تماماً لأنها تقول لك أنا أعمل لك يعني تصور حجم للتأمل وللعيش كذلك لأن غالباً هي لم تعمل مساكن لا لا هي اشتغلت مرافقة عمومية عمومية نعم نعم جسور ومسارح تماماً تماماً التشكيل ما بدنا نقول طلقته لأنه ترسم أنت دائماً ولكن الهندسي سرقتك نهائياً من شغل اللوحة الهندسة المعمالية تأخذ وقت كتير وهذا كان كنت أعرف أن لا يمكن أن أن أكون تشكيلياً بالمعنى أنه تشكيلياً ومعمالياً لأن في المعمار فيه التشكيل كثير من الأرحات فيه المادة فيه كل ما يستعمل الرسام الفنان التشكيلي فقط الفرق فهو فرق أنه فيه الإنسان يدخل كماده أهم الأول رئيسة الإنسان نعم هو الأساس الحاضر دائماً في الكتابة المعمارية عند عبدالواحد منتصر فالمدينة التي يكتبها ويتخيلها في كل أبعادها الوظيفية والجمالية هي مدينة للإنسان مدينة للحياة والعيش والتمتع في انسيابية تسعف على التآلف وعلى الإلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر